فيها هدف البطولة جبت أيضاً 6 أهداف لا في ألمانيا دي كانت البطولة الأولى ما أحرش 6 أهداف كان هدف البطولة وقتها الله يرحمه محمد عبدالوهاب كان بيجي لنا ركلات جزاو كان هو المتخصص فهو اللي خد هدف كاس العالم وقتها محمد عبدالوهاب إنما البطولة بتاعت 6 أهداف البطولة الأولى كانت في ألمانيا دي لعبتها كلها لكن المباراة النهائية مزلت مصر كان فيه مباراة مع النادي الأهلي وقتها في دورة بطال أفريق كان فيه تنصيق ما بين النادي الأهلي وجهاز المتخب العسكري كان من المنرب المتخب العسكري كان الكابتن مونير حجازي وكان اللواء عبدالجابر كان هو المشرف العمى المتخب رحمة الله عليه فلو وصلنا النهاية كان ممكن يعني يسيبوني عشان فانزلت يعني عشان أكون مشارك مع النادي الأهلي لكن هناك درنا ناخد البطولة كسبنا الجزائر في المباراة النهائية واحد صفر كان محمد عبداللهام ودي كانت المهتولة الأولى في ألمان بعض الناس بتفتكر وسما أن دي الصورة بتاعتك هو أنت مع المنتخب العسكري آه دي الصورة الكتنة وده لجنبي ساد معاوت ساد معاوت كنا بإزاي العسكري وقتها بس والصورة دي تصورناها مع بعض أنت هنا عامل زي العساكر الروس وسيد مش لا يعني البدلة سيد يعني بوس مجند مجند درجة رابعة عسكري عسكري طبعا إنما أنت شاركت مع المنتخب العسكري في البطولة دي آه اشتركت معهم في ألمانيا والبطولة التانية بعدها في سنتين في 2007 كانت في الهند بقى مين كان مدرب؟ كان برضو كابتن مونير حجازي طيب بعض الناس يا سنوة بتعتبر إن المنتخب العسكري ده مجرد آآ فرق آآ أي كلام نروح نكسب البطولة ونرجع لا لا طبعا كاتوب بقى ما أنا عازك تحكي بقى على البطولة دي البطولة بتاعت الهند دي بقى كانت بطولة قوية جدا أم أول حاجة لما روحنا لعبنا في الهند كانت ظروف البطولة عشان دواعي أمنية في الهند آآ كانت المباريات بتكون الساعة عشرة صبح عشرة صبح عشرة صباحاً دي دواعي أمنية هناك الحاشة تفتر ننجر مع بعض كلعيبة روح تلعبوا المباراة وقاعدين نستنى المباراة عشان نصح نروح نلعب مباراة أول مباراة هنلعب غينيا وغينيا منتخب قوي أكسام ماشاء الله والجو حر فأول مباراة كنا صايمين في اليوم ده غينيا وضربة البداية في البطولة وعايزين نكسب فقلنا كلعيبة هنعمل أهنصوم خلاص ما يعنكم عشرة صبحية عشرة صبحية اتخذ اليوم من أوله اتناشر هتقعد خمس ساعات نستنى الأزام بقى عشان نفطر فروحنا لعبنا غينيا في أول مباراة كسبنا تلاتة صفر المباراة دي أحرست فيها هدف وكسبنا أول مباراة في كس العالم العسكرية في الهند تلاتة صفر مباراة اللي بعدها برضو كنا في رمضان كانت معتقد الهند وكسبنا مباراة التالتة كانت الساعة كيب كله عشرة صبح عشرة صباحة نعم لعبنا متشين الساعة عشرة صبح بعد كده دخلنا بقى رمضان خلص والمباراة كانت وحنا فطرين المباراة قبل النهاية كنا بلعب قطر المباراة قبل النهاية كاس العالم قطر وقطر كان منتخب قوي ومتجنس عنده إحباتية متجنس على طول كسبنا حوالي كسبنا أربعة وعلى ما تذكر جبت أربعة هدف في المباراة دي كسبنا أربعة صفر أو أربعة واحد جبت أربعة هدف ودي كان يبقى كده خمس هدف في البطولة روحنا بقى هنقابل الكاميرون كاميرون منتخب قوي جدا طبعا المباراة النهائية عسوهما هنك مش مرتزمين ده بقى في الجيش ولا بش في الجيش ولا الكلام ده بيجيبوا لعبة دولية ويلعبوا ولسنه ده منتخب العسكري فانت هتلعب الكاميرون الكاميرون مباراة قوي جدا الاطوال هناك ما شاء الله أقل واحد مثلا 190 مترين لا ورجليه ما شاء الله 90 بقى أقل واحد متى بتتكلم بقى في فول 2 متر أول دياف المراكرة المصطفة عملنا الصنطرة تعامل الطويلة المدافع بيطلع إزا حلقت ركنية لنا فأول دياف المباراة جات ركنية راح يرفع عبدالله راجب كان معنا في المتخب العسكري كان لعيب بيلعب في انبي فانا هو راح يرفع قلت له عبدالله بصوت عالي بقى ومش فاهمين عرب قلت له هتعملها لي على العرضة الأولى القائمة الأول على الأولى وانا هقطع رفعها لي على الأولى وكلهم مستنيين فانا جيت من البعيدة روح تجاري على الأولى عملها لي في مستوى مناسب لي روح تعملها بدماغي في البعيدة وانت بتلعب جنبهم زي زي انت بنهم قد كده واحد صف في أول ديقة عدنا طول التسعين ديافع طول التسعين تدفع مع ناس اللجول اللي جبتوه بالراس كمان طول التسعين دي احنا في التمنتاشر بندافع لما آخر ثانية في المباراة أم حميد باسيوني راح نازل طلعت أنا في آخر ديقة ونزل جاب جون وكسبنا 2-0 وخدنا كاس العالم العسكري وقتها وخدت أنا هداف كاس العالم ستة هداف بالتساوي مع الكابتن عبد الحميد باسيوني ووقتها تكرمنا من الرئيس السابق محمد حسن مبارك نعم وخدنا وسام الجمهورية من الطابقة الأولى وقتها الطابقة الأولى قال وسامه هو صح وسام هنا هو ده وسام من الطابقة الأولى مع كاس العالم العسكرية في الهند والتاني وسام من الطابقة التانية مع الناد الأهلي في كاس العالم العسكرية عندكم الوسام التانية يا شباب أهى هم دولة كبسة هم دول أهى ده الوسام الأولاني اللي قدام ده طابقة الأولى والتاني اللي وراء ده وسم من الطابقة التانية طيب ده الأول والتاني طيب أوزيم